أجرى وفد مجلس الأعمال المصري الكندي اجتماعات موسعة في العاصمة الكندية أتوى بترتيب من السفارة المصرية في كندا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات المتبادلة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى هامش الزيارة أكد سفير مصر بكندا أحمد أبو زيت على الأهمية الخاصة لهذه الزيارة لكونها تأتي بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات ولكون تشكيل الوفد المصري يضم نخبة متميزة من رجال الأعمال المصريين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ فضلا عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذي تليه الدولة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة مع كندا